شدد رئيس السيسي على أن الدولة بذلت جهوداً حتيثة لمواجهة التعديات ووقف تآكل الأراضي الزراعية وخلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي أشار رئيس السيسي إلى أن حجم النمو الذي تحققه الدولة لا يتناسب مع حجم النمو السكاني موضحاً أن النمو السكاني يفرض علينا زيادة معدلات الإنتاج موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا فكان لابد أن دولة تخش عشان تنتق تعمل إنتاج إضافي وبديل للأراضي التي اتخذت وحنبص لقينا بعد شوية نتيجة التعدي اللي حصل خلال السن اللي فاتت بحجم الأراضي تآكل بشكل كبير والأراضي دي حتى جودت إنتاجها أنت بتيجي تبني بيت وبعدين المنطقة المحيطة بالبيت ده بتبقى في الغالب ما بتزرعش لما تيجي تبني بقى في مئة فدان 200-300-400 بيت أنت تقريباً خلصت على الأرض لكن هنا حتى هنا اطلعوا بالطهرة كده مش هتلاقوا على مسطح المليون فدان دول بيت واحد وحتى لما هنجي نختار نعم المنشآت للناس هنختارها على أراضي غير الصلحة بالمطلق للزراعة أرض صخري وقلت قبل كده من يمكن عشر تيام ولا حاجة في كلام قلت يا جماعة لو كان عدد سكاننا 40-50 مليون كان إنتاجنا من الزراعة كان حيكفي طلبنا ومش هنحتاج نشتري حاجة من بره ما أمكن يعني لكن لا حجم النمو اللي موجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدولة بتعمله ده على مدى السنين اللي فاتوا فحصل فجوة حصل عجز فرق كان لابد نحن نشتغل عليه